البروتين البروتين يعتبر جزائق بيولوجي كبير بيتكون من جزائقات بيولوجية أصغر منه تسمى الأحماض الأمنية ودي بتوجد بترتيب معين وبعدد معين داخل كل بروتين البروتين عشان يتكون لازم ثلاث حيات لازم جزائق MRNA وجزائق TRNA وعضي موجود في الخلية يسمى الريبوسوم التلاتة دول مع بعض بيشكلوا البروتين بشكل مصبوط داخل أي خلية حية أول حاجة تركيب الMRNA بيتركب من ثلاث أجزاء رئيسية زي ما هو موجود بالشكل دلوقتي قدامك بيتكون من منطقة تسمى منطقة اتصاله بالريبوسوم وزي العديد الأدينين مكون من قواعد الأدينين ومنطقة في المنتصف تحمل الشفارات التي تمثل شفارات الأحماض الأمنية للبروتين المراد تكوينه وده تركيب الMRNA نيجل تاني حاجة تركيب الريبوسوم وبيتركب من منطقتين منطقة تسمى تحت وحدة صغرى ومنطقة تسمى تحت وحدة كبرى المنطقة اللي اسمها تحت وحدة كبرى بتتكون من موقعين موقع B بابتضايل وموقع أمينه أسل ومن الشرط التحت وحدة تندل يكونوا مع بعض في كل وقت ولازم بيكونوا متجمعين أثناء تكوين البروتين فقط ولكن بينفصله بعد تكوين البروتين بيتركب الTRN من شريط واحد ملتف عند أجزاء معينة بحيث الأجزاء بتفضل سبتة بفعل الرابط الهيدروجيني في المنطقة دي والTRN بيتواجد عليه موقعين موقع بيرتبط فيه بالحمد الأميني وموقع بيرتبط فيه بالمضاد بتاعه اللي موجود على الMRNA عند تخليق البروتين في بداية الMRNA عند موقع اتصاله بالريبوسوم يتم ارتباطه بتحت الوحدة الصغرى والتي يأتي بعدها الTRNA محملا بالحمد الأميني الأول والذي يسمى الميسونين ثم يأتي الجزء الآخر من الريبوسوم والذي يسمى تحت وحدة كبرى بحيث يظل الموقع الأمين وأسل فارغا لاستقبال حمد أميني آخر يأتي الحمد الأميني الآخر محمولا على الTRNA حيث يعمل على تكوين رابطه بين الحمدين الأمينيين بروابط بيبتديه عن طريق إنزيم موجود في التحت الوحدة الكبرى ثم يتحرك الريبوسوم تاركا الTRNA الأول بحيث يكون محمول الحمدين الأمينيين على الTRNA الثاني وبحيث يكون الموقع أمين وأسل فارغا لاستقبال حمد أميني آخر زي ما هو موضحوا الدمكم ثم يستقبل الريبوسوم تحت وحدة كبرى حمد أميني آخر محمولا على TRNA جديد ثم يتكون بينهما رابطه بيبتديه أخرى وهكذا وزي ما أنت شايفين بيتوالى استقبال الأحماض الأمينية محمول على TRNA في الموقع الأمين وأسل الذي يبقى فارغا في كل مرة عند تحرك الريبوسوم على جزء الTRNA تظل هذه العملية مستمرة على شريط الMRNA بالكامل إلى أن يصل إلى نهايته والآن بيكون آخر قاعدة معلش آخر حمد أميني على الMRNA واللي بمثل لشفرة لأن آخر كودون بيمثل كودون وقف اللي عنده الريبوسوم بيبدأ ينفصل وحدتينه عن بعض ليبدأ تكوين بروتين جديد في وقت آخر وبكده يكون البروتين تكون بشكل مزبوط في الخلية أتمنى تكونوا استفدتوا أرجو دعم القناة وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر